يعاني 2% تقريبا من سكان الكويت من داء الصدفية هذه النسبة تعد عالمية وفق تغرير لمنظمة الصحة العالمية التي تؤكد أن هذا المرض المزمن يصيب في الأقلب شريحة البالقين من الشباب اليوم يصادف اليوم العالمي لأمراض الصدفية من باب المشاركة في هذا اليوم العالمي ونشر التوعية الصحية بين المرضى كون هذا المرض من الأمراض المزعجة والمزمنة نسبة التي في الكويت عندنا هي مقاربة للنسبة العالمية أو من ضمن النسبة العالمية التي هي 2% من السكان يكون مصابين بأمراض الصدفية وزارة الصحة ممثلة بمركز أسعد الحمد للأمراض الجلدية تواكب باستمرار آخر طريق العلاجة عبر توفير ما استحدث من أدوية جديدة عندنا قسم كبير هنا على مستوى الكويت في مركز أسعد الحمد يعني بالجانب العلاجي الضوئي وكذلك تعريف المرضى بالعقاقير والأدوية التي تأخذها على شكل حقن وعلى شكل حبوب وهي الأحدث الآن على مستوى العالم لا يوجد مشبابات رئيسية ولكن لطبيعة الوضع الاجتماعي في البلد وبالنسبة لبعض العوائل والأشياء فممكن يكون أكثر من شخص فهذا يديك حقب أن هناك زيادة في الأعداد أنه ليس هناك زيادة في الأعداد الصدفية تعتبر مرض جلدي غير معدي فإن آثاره النفسية والاجتماعية تشكل مصدر قلق لمرضى الصدفية تتم معالجتها بتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة لتلفزيون المجلس عبدالله العنزي